سلام عليكم اليوم بدنا نعمل اكل كتير طيبة اكلة رائعة بسيطة جدا وبدأي بتخلص متل ما شايفين انا عندي هون البطاطا رح نقشرهم فيكن تستخدم الكمية اللي بدكن اياها رح نستخدم البطاطا والبيض بالاضافة لمقون تالت اختيارة رح نجيب المبرشة ونبرش البطاطا بطريقة كتير سهلة متل ما شايفين اكلة سريعة جدا وبتنفع كتير للعزبية متل ما شايفين انا هون برشة اول وحدي برشة التانية وانا هون حمات الزيت وراح ننزل البطاطا بالزيت اذا بتحبوها تكون هيك دسم زيادي وطعمي وتعطي هيك طعمي غير شكل فيكن تعملوها بالزبدة وهون بلشنا نقل البطاطا متل ما شايفين اذا كنتم من المتابعين الجدد دول محتوى عجبكن ما تنسوا اللايك وما تنسوا الاشتراك اذا حبيتوا الفيديو وحبي نوصلكم مني كل شي جديد يا اهلا وصهلا فيكن بس عليكم تكبسوا كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الاحمر بهذا الشكل بتكونوا اشتركتوا هون متل ما شايفين انا عمقل البطاطا انا تاستدت اني ابرش البطاطا بهيدا الشكل لحتى البطاطا تلزق ببعضها كلياتا اه متل ما شايفين بهيدا الشكل فيكن تعملوها اذا بتكون مكعبتي صغيري بس انا بنصحكم تعملوها بهيدا الشكل لانه حتطلع رائعة على جنب طبعا انا جهزت البيضاء وحطيتها حطيتها فوق البطاطا بهيدا الشكل راح نخلطهم فوق بعض متل ما شايفين فيكن تتركوهم هيدول المكوينين مع بعض وبعد ما تزيدوا الملح اكيد فيكنوا ترشوا علي الفلفل الاسود وفيكن ايضا اضيفوا الجبنة اللي هي اختيار الجبنة الموزرلا متل ما شايفين رائعة رائعة انا هيدا الاكلي بحبه كتير اكلي رائعة كتير طيبة متل ما شايفين وهلأ باضافة الفلفل الاسود راح تقرمش قرمشي بس خليني فرجيكون اسمحولي باد يدو بتعرفوا يعني ريحتها رائعة انا كتير بحبه هيدا الاكلي مع الفلفل الاسود بطلع كتير طيبة لايكوا هالشكل الحلو يعني هلأ بس وقت التعمتها كأنكم عم تاكلوا الجبنة رائعة الجبنة السيحة ما بتحسوا ابدا مي طعمت البيد كتير طيب ازا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك بحبكم كتير باي باي